ومع ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في المملكة تواصل الجهات المختصة أخذ عينات من المصابين في عدد من المحافظات للسيطرة على الفيروس ومنع انتشاره إلى التفاصيل لا تزال فرق التقصي الوبائي التابعة لمدرية صحة الرمثة تعمل على أخذ عينات لمخالطي الإصابات التي سجلت في لواء الرمثة في الأيام الماضية حيث تم تعزيز فرق التقصي الوبائي لسحب أكبر عدد ممكن من العينات خلال الثلاث أيام السابقة تم سحب ما يقارب 1500 عين للمخالطين ظهرت أكثر من النصف وخلال 48 ساعة السابقة من هذه النتائج التي ظهرت سجل لدينا ست حالات إصابة ونحن نقوم بعمل التقصي الوبائي لتلك الحالات وأخذ المخالطين لديهم والعمل العزل المنزلي عزل المنزل وتعقيم المنازل والإجراءات كلها عمل فرقنا فرق التقصي تقوم على قدم وساق فيه كل الإجراءات الواجب اتباعها عند تسجيل الإصابة وبشأن بدء العام الدراسي في الرمثة قالت المديرية إن المسافة بين الطالب وزميله في الصف الواحد ستكون مترا ونصف المتر وأن المدارس التي لا تحقق شروط المسافة سيتم طرح التعليم المرن عليها على فترتين تم اتخاذ كافة الإجراءات ومعايير الصحة والسلامة العامة في جميع مدارس اللواء الرمثة كباقي مدارس المملكة تم تعقيم جميع المدارس تم الاجتماع بالزملاء والزملات مدراء ومديرات المدارس وتم تدريب الجميع على البرتوكول الصحي ومعايير السلامة والصحة العامة وليقوموا بإذن الله تعالى يومي الأحد والاثنين بتدريب المعلمين على هذا البرتوكول الصحي وفي الزرقاء تم عزل ثلاث بنايات سكنية في لواء الرصيفة بعد إصابة شاب عشريني بفيروس كورونا وعزل بنايات في لواء الهاشمية بعد تسجيل إصابة جديدة وتم عزل مبنيين سكنيين مكونين من خمس شقاق في منطقة الجبل الشمالي حيث يقيم الشاب المصاب في أحد المبنيين من أجل تتبع المخالطين له والتأكد من عدم وجود إصابات أخرى كما تم تسجيل إصابة في العقبة بفيروس كورونا حيث قال محافظ العقبة محمد الرفايع في تصريحات لرؤية إن المصاب يحمل المرضى من شقيقته المصابة بعمان ترجمة نانسي قنقر